اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن الدجاج وعن اللحمة الحمرة يبقى بالتأكيد حلقة النهاردة حتكون عن السمك تالت اهم مصدر للبروتين بعد اللحمة والدجاج فلو عايزين تعرفوا فوايد واضرار السمك يبقى نتقابل بعد الفاصل السلام عليكم معكم الصيدلي حازم منير ورسالة جديدة من اجل توعية المرضى والاصحاء ورسالتنا اليوم بعنوان فوايد واضرار السمك وبذكركم ان حلقة اليوم هي الحلقة رقم 71 من سلسلة حلقات فوايد الطعام واضراره السلسلة الاجبر على اليوتيوب فاحنا سبق وتكلمنا عن اكتر من سبعين طعام من ناحية فوايدهم واضرارهم اكتب بس انت اسم الطعام اللي ترغف فيه وجنبيه كلمة حازم منير وحتظهر الحلقة ليك حلقة النهاردة مقسمة الى اربع اجزاء ففي الجزء الاول حنتكلم عن اهم عشر فوايد طبية للسمك وفي الجزء التاني حنجاوب على سؤالنا المعتاد هل يصلح تناول السمك من قبل مريض السكر ام لا وفي الجزء التالت حنذكر اهم ثلاث اضرار للسمك وفي الجزء الرابع والاخير حنذكر الكمية الموصة بتناولها من السمك وهل نمتنع عن تناوله اثناء دور البرد والانفلونزا ام لا يلا نبدأ بالجزء الاول ونذكر اهم عشر فوايد طبية للسمك وما ينفعش مذكرش ان الفايدة رقم واحد هي انه غني بزيت السمك اللي بنقول عليه مجازا زيت الاوميجا ثري وكلنا نعلم الاستخدامات المختلفة للأوميجا ثري من ناحية صحة القلب والمفاصل والبشرة وخلافه اثنين يعتبر من اهم مصادر فيتامين دال فمشكلة فيتامين دال ان اهم مصدر ليه هو الشمس ولو مش بتتعرض للشمس فكده مش قدامك غير حلين الحل الاول هو الطعام والحل التاني هو المكملات الغذائية المشكلة ان فيتامين دال فيتامين عزيز مش موجود في كتير من الاطعمة لذلك كتير من الناس بيعانوا من نقص فيتامين دال لكن لو اكلت سمك فممكن تحل المشكلة دي ومش بس السمك ففيه اطعمة تانية كتير سبق وتكلمت عنهم في حلقة اهم الاطعمة الغنية في فيتامين دال تلاتة لو بتعاني من الارق يبقى كل سمك وده بسبب انه بيحتوي على فيتامين دال وبعض الاحماض الدهنية وكمان مادة التريبتوفان اللي مهمة جدا للناقل العصبي سيريتونين اللي بيعرف باسم هرمون السعادة وان كانت التسمية دي غير دقيقة علميا فالسمك بيفيد في تحسين جودة النوم ولا شخصيا مجرب الموضوع ده بس معرفش هل يطرى بنام بسبب السمك ولا بسبب التوم اللي موجود في خلطة السمك اربعة لو بتعاني من الاكتئاب او خايف من الاكتئاب كل سمك ففي دراسات كتيرة بتربط بين المحتوى الدهني للسمك ودوره في الحماية من الاكتئاب ولكن مش معنى كلامي انك تسيب الادوية الموصوفة من قبل الطبيب وتاكل سمك لا طبعا كل اللي انا اقصده انه طعام مفيد فقط وليس علاجا بالطبع خمسة مفيد لصحة الدماغ فكلنا نعلم اهمية السمك للزاكرة وللزكاء وللحماية من الزهايمر نتيجة انه بيساعد على زيادة المادة الرمادية في الدماغ كمان بيبقى مفيد جدا للاطفال عشان المذاكرة والاستيعاب ستة مفيد لصحة الرجال فبعض الدراسات بتقول ان السمك مفيد لزيادة عدد وحركة الحيوانات المنوية ولكن معظم الدراسات دي دراسات اولية فقط سبعة مفيد لانقاص الوزن زي ما قلت قبل كده ان تناول البروتين سواء كان من اللحمة او الدجاج او السمك بشكل متزامن مع تناول الالياف من الخضروات ده نظام غذائي ممتاز لانقاص الوزن بشرط طبعا الحد من تناول الكربوهايدريت وليس المنع التام تمانية الحماية من الازمات الربوية في الاطفال والغريبة ان الفايدة دي مش موجودة في البالغين ولكن موجودة في الاطفال فقط تسعة مفيد لصحة الشعر والبشرة نظرا لان السمك بيحتوى على زيت الاوميجا فري وفيتامين دال وفيتامين ها عشرة واصدت اول الفايدة دي اخر فايدة وهي اهم فايدة واكتر فايدة مدعمة بالادلة وهي ان السمك بيحمي من خطر الاصابة بالامراض القلبية والسكتات الدماغية وانه طعام مفيد جدا لمرضى الضغط ومرضى الدهون الثلافية تعالوا ننتقل للجزء التاني من الحلقة ونجاوب على السؤال المعتاد هل يصلح تناول السمك من قبل مريض السكر ام لا والاجابة بالطبع يصلح ده مش بس يصلح ده طعام اساسي لازم يكون موجود في وجبات مريض السكر ولو مش بيحب السمك يبقى ياخده عن طريق المكملات الغذائية فالسمك بالطبع مش بيرفع السكر ولكن من الممكن ان يرتفع السكر لو عملت مثلا السمك مقلي بالزيت والدقيق وهنا ارتفاع السكر هيكون بسبب الدقيق لكن لو عملته مشوي او مسلوق فبالتأكيد مفيش اي مشاكل تعالوا بقى نشوف اهم 3 اضرار للسمك الضرر الاول والاشهر هو الحساسية وللأسف الحساسية مش ندرة كتير من الناس بيكون عندهم حساسية من السمك والجنبري والروبيان وخلافه والحساسية ممكن تكون خفيفة وتتمثل في حكة في الجلد وسيلنف الأنف وممكن تكون شديدة وتتمثل في انخفاض حد في الدورة الدموية وديء في التنفس وانا اعرف شخص كل لما يأكل سمك كان بيروح المستشفى لغاية لما بطل يكله وعايز اقول ان الحساسية مش شرط تكون عبارة عن حكة وسيلنف الأنف وديء في التنفس فهي ممكن تكون عبارة عن اسهال وقلم شديد في المعدة اتنين الزئبق ناخد بالنا ان كل الاسماك فيها زئبق وللأسف المادة دي سيئة للغاية وكمان مش بتخرج بشكل سريع من الجسم فممكن تقعد سنة كاملة في جسمك وتتراقم كل لما تاكل سمك لكن بالعموم ده لا يمنع من تناول السمك بالاخص الاسماك اللي كمية الزئبق فيها بتبقى قليلة زي سمك السلامون والمكريل والتونة والبولتي لكن سمك السيف والقرش فدول من اكتر الانواع اللي فيهم زئبق لذلك ممنوعين منعا تاما على الحوامل لانهم ممكن يسببوا تشوهات في الاجنة ومشاكل في الجهاز العصبي للاطفال ولو حضرتك حامل والدكتور وصف لك حبوب سمك اسأل الصيدلي عن الحبوب الخالية من الزئبق وانا سبق وعملت حلقة قبل كده عن الاطعمة المضرة للحامل الضرر الثالث هو السمك الملوث وده بكل اسف انتشر كتير حديثا نتيجة تغيرات المناخ وتلوس المياه لذلك حاول دايما تشتري السمك الطازج ومن الاماكن الموثوقة طيب السؤال اللي بيفرد نفسه ما هي الكمية الموصة بها من السمك والاجابة كانت من جمعية القلب الامريكية اللي قالت انه يفضل تناوله من مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع ولكن نختار السمك اللي قليل في الزئبق مثل سمك السالمون والمكريل والبولتي والتونة طيب هل ممنوع ناكل سمك لو عندنا دور بردة او انفلونزا والاجابة لا طبعا مش ممنوع طيب يا دكتور بس من وإحنا صغيرين كانوا بيحذرونا من تناول السمك والبيض أثناء دور البرد هقول لحضراتكم ان دي خرافة ومعلومة غير صحيحة نختم بسؤال الحلقة بتحب السمك ولا لا وهل بتعاني من حساسية جاه السمك أم لا بتمنى تكون الحلقة عجبتكم وما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس كان معكم الصيدالي حازمونير بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته